موسيقى منرحب بخابرنا التحكيمي اللي نضم لينا كابتن ناصر عباس مشرفنا ومنهارنا كابتن ناصر تحياتي لحضراتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الناد لألة في كل مكان طبعا تحياتي الجمه الكبار كابتن حشيش منور كابتن حشيش دكتور رحمد السابت ملك الإحصائات والتحليلات منورك التحليل مبروك لناد الأهلي طبعا حاجة جميلة جدا لكابتن أسامة شفنا الفرحة وشفنا التعب عزقون مبروك لكل القطاع النشئين من أول مدير القطاع لحد الأجهزة الفنية والقدارية مبروك لكل وللعابين والجمهور ومجلس الإدارة اللي هو بيهتم بتفاصيل حقيقي حقيقي مش مجاملة النهاردة كمان بشكر كمان هذا الاستاذ استوديو محاول ليه؟ ليه بشكره كابتن النهاردة النشئين دولت كابتن حشي كان بيكلم في القطاع مهم جدا أهم مرحلة النهاردة أنك أنت بتهتم بهذا اللعب في هذه الفرحة شوف قدي الفرحة النهاردة فيه استوديو تحليلي خاص بمباراة الشباب ونشئين شو النهاردة كتور أحمد سابل بيحلل حضرتك النهاردة نجم كبير بتقدم كابتن حشي النهاردة بيتكلم في نقطة مهمة جدا 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 وأنا كنت حكم وكنت بقى يعني أحيانا بقى مش فاهم المسابقة هتبدأ شكلها ازاي ونتكلم على المسابقة النشئين النهاردة هو وصل رسالة فعاذ أقول الرسالة النهاردة بتبقى من الكل حشيش النهاردة أتكلم في نقطة مهمة جدا جدا نحن عوزين نعرف هتبتت ازاي القصة من اللي جاي حتى الحكام المستقبل فعاذ أقول لأستاذ الأشبال حاجة جميلة جدا فأشكر كل من هو فكر في هذا الاستاذ وبأشكر كل العاملين في القناة على أن النهاردة وصلوا لسائل كتيرة جدا جدا النهاردة بيشوف مباراة كبيرة جدا بيشوف الفرحة اللاعبين كميرا كنتنا عندهم يدفع الكبير لما بيتفرقوا على الستوديو حقيقي حقيقي مش هما بس جميع الفرق في القطاعات التانية فالنهاردة نادي الأهلي بيدي نموزة جرائعة كنتنا حشيش في كل شيء من خلال هذا الستوديو هو أستاذ الأشبال وطبعا انضمنا للخبير التحكيم الكبير لينا ويكونوا عدوا معنا في أستاذ الأشبال الكابتر ناصر عباس برضو إضافة كبيرة لنا هروح لطاقم التحكيم ونحن قلنا إسلام محمد السيد حكم المباراة وعنده 25 سنة دكتور أحمد وعندنا عبد الرحمن قرطم اللي هو المساعد رقم 2 وأحمد سامي المساعد رقم 2 المباراة هتكلم بس على الحاكم فنين هو مش وحش كويس ولكن خلي بالك التحكيم مطلت الكهيرة طبعا وحشيش طبعا وكهيرة بسمنا ما إن شاء الله مش عايز قول واحدة من أفضل من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية إزاي أنت بتكلم في عدد كبير جدا كانت نسامة من الحكام والمسابقات ومع ذلك يعني بيقدر أنهم يغطوا ويعينوا هذه المناطق بقول الحاكم حاجة مهم جدي عندك فنات كويسة ولكن خلي بالك 25 سنة محتاج العامل البدني والفني وبنقول لاجل حكام ومن هنا من خلال الستوديو نحن نهاردة بنده ثقافة تحكمية برضا اللي ينقصوا الحاكم ينقصوا حاجات كتير جدا في العامل البدني تحركات الرشاق والمرونة القوة الفجارية والسرعة الفجارية في التغيير سرعاته فأنت بتجري كل جاريك تحمل معامي يا إسلام لا غير من اسلوب الجاري هو ده اللي ينقص هذا الحاكم في هذه المباراة ولكن بشكل عام أدوا مباراة طيبة جدا جدا وزي ما قلنا النادي الأهلي بيساعد دايما الحكام على أنهما يبقوا تحت ضغط سهل هنشوف الحالات واحدة واحدة كده وزي ما قلت احنا مش بننقص الحكام بتعلمهم بتعلمهم بنعلمهم وده هدف في الستوديو اللي احنا بنحول روح نشوف الحالة اللي جاية حالة من الحالات المهمة وأنا كان يهمني جدا يكون الكاميرا كابتن عندي كامرة المساعد دي مش موجودة اه ليه نحاول ايه أنا عندي لقطة هنا الكاميرا مقفولة كابتن أسامة الكاميرا مقفولة عشان قدر أحدد هل هذا اللعب كابتن دكتور أحمد هل كان فيه لعب آخر على أطراف انك انت لما تفتح الكادر هتعرف تشوف كابتن كل اللعيبة سواء المدافعين أو إنما من هذه اللقطة مخالفة هل في مخالفة لا مفيش مخالفة لأن الحارس مع الحارس ولكن هنا أنا شوف هل هناك هنا طبعا في اللقطة اللي جايلي هنا هو اللعب نادل أهلي فيه موقف يعني تسلل ولكن عشان أنا مزلمش الحاكم اللي هو أحمد سامي لابد يكون عندي كاميرا تقدر تجيب لي الوضعية كلها الحالة بعد كده يلا شوف واحد اتنين ثلاثة ده بوزع انظاراتك ده يا كابتن أنا 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 أحترم أنا أخفت أكون في الملعب والله البعض يعني البعض يوقف عند الله تقول أنا أنا أحترم هذا الحاكم ليه يا كابتن هم أعترضوا تعترض لا تدخل ميدان اللعب ميدان اللعب الدخول بإذن من حاكم براه هو هنا الراجل واحد اتنين ثلاثة ما عندهش مشكلة وبالتالي هنا هو قراره هنا قرار صحيح يعني الانظارات فعلا على الدخول مش على الدخول كابتن انت ممكن تعترض لكن دخول الملعب بإذن من الحاكم ده نقطة لابد للأجهزة الفنية بالزبط كده حتى عندك إعترض بخارج الخطوط طب أمتى بينادي هو المدير الفني ودي له انظار هو المدير الفني لما بيعترض من خارج الدك وبيوصل له أحد الحكام الرابعين الموجودين بيقول له إن المدير الفني قال كلام فبيروح له وبيدي له البطاقة سواء بطاقة صفر أو حمر على حسب هو لكن دخول الملعب بإذن حكم بطاقة صفر على طول وخلي بالك لو دخل وقال كلام سلوك يعني أكثر من كده ممكن يأخذ الحمر يلا خلينا نروح لي الحالة بعد كده سريعا هنا نشوف الحالة اللي جاية ليت وأنا بأتكلم في ستوب هنا كنت نسمع برضك للحكام من فضلك التسعة خمستاشر هي اللي تقل عن تسعة خمستاشر الحاقة الدفاعي بنقول يا حكم ده خطأ أنت حسبته مش عشناد الأهلي ولكن هنا يبقى ستوب هنا تحافظ على إن هذا الخطأ يتم تنفيذ بشكل صحيح نشوف اللاعب هنا نرجع تاني بعد يزنك نرجع تاني هنا بس خلاص هنا تسعة خمستاشر تمام مش مشكلة هذا اللاعب هل هو موجود على المسافة؟ بس على الحيطة بس كابت بالزبط يبقى أنك حكم لابد أن هذا اللاعب اللي هو كان أقل من ١١٥ اللي راح وقفل لحظة التنفيذ لا يا إسلام لابد أنك هذا اللاعب يرجع على المسافة القانونية في تنفيذ الخطأ الحالة بعد كده الحالة بعد كده نشوف هنا هذه الحالة ونشوف داخل مطقة الجزاء الحكم قريب جدا 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 هل نجح اللاعب النادي الأهلي رقم ٢٣؟ نشوف هل نجح في لعب الكرة؟ ولا كان هناك فاول؟ نشوف هنا اللاعب وإحنا نتفرجنا عليه كلنا وشوفنا قدي اللاعب استخلص لأول الكرة وبالتالي أي شيء بعد كده ولا يبقى في حاجة وهنا بحي طبعا لعب الصغير الناشئ دوت اللي هو كان عنده توقيت جيد جدا في أنه ينجح في لعب الكرة الحالة اللي بعد كده نشوف هنا في عزي الحالة الحكم يتحرك تحرك سليم ستوب هرجع تاني هرجع تاني كابتل حشيش انت شوفت فيه مخالفة دكتور أحمد هرجع تاني بالمخالفة دايت هرجع تاني 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 نرجع نرجع بعد ذلك من فضلك عشان نوضي حاجة مهمة جدا تاني يلا خلينا نمشي ونشوف كتف قانوني في ايه؟ نمشي بقى خلاص نمشي خلاص ستوب هذا قلت يا كتف قانوني كتف قانوني يعني مفيش مخالفة انا بقول له اسلام من فضلك ولكل حكام مصر انت مفيش مخالفة انا قمتي بدل اشارة لما في مخالفة وبخلي اللعب يتواصل ليه؟ بتيح الفرصة اذا كان هناك في مخالفة ولكن هنا كابتل حشيش هنا اللعب عادل كتف بكتف فما كان يجب عليك اسلام انت تدي اتاحت الفرصة بيدك لان ما فيش مخالفة اصلا عشان تدي ايدي عليها اتاحت الفرصة الحالة بعد كده نشوف هنا الحالة تانية هذا الدخول هنا الدخول يعني حتى لو انت انجحت في لعب الكرة شوف اسلوب الدخول وهنا بنكلم على المهاجمة اما بقدم او بقدمين هنا المهاجمة موجودة وكان يجب هنا على الاقل اشهر البطاقة وهنا حتى لو حكم مش متواجد هنا الكرة دي حسبها اول من صالح ندل اهل هنا اولا دي مخالفة وفيها نظار للتهاور يا دكتور احمد لان اسلوب الدخول ما كانش اسلوب بشكل فيه عدالة او اللعب اللعب العادل يعني فاسلام خلي بالك من اللعب هي كانت تستحق البطاقة الصفرة ولكن انت لم تحتسب المخالفة نشوف لو في حالة تانية معنا ودي تعليمية اللاعب هنا داخل مدان اللعب خلعت تشيرت او غطيت وشك او 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 ودي ثقافة كابتن بنقدمها من خلال قناة اللعب بنقول ايه لو انا الجهاز الفني النهاردة لابد ان انا نكلم لاعب ما تقلعش تشيرت وانت داخل مدان اللعب حكم هنا طبعا بنفذ القانون وهنا ادى البطاقة للسلوك الغير رياضي لخلع التشيرت لو كان معاين زارة كابتن ناصر وكان اخذ كارت احمر برافو كابتن برافو ممتاز كالدكتور احمد ليه؟ هو يحمل البطاقة الصفرة وخد البطاقة الصفرة التانية داخل مدان اللعب ما كانش يجب ان يحصل فيه تغيير ولكن هنا بنقول هنا اللاعب ما كانش عنده ازارة بل كده الحالة اللي جاية ونشوف حالة من حالات المهمة هل هناك فرصة محققة لتسجيل هدف ام لا نقطة مهمة جدا بنكلم فيها كتن اسامة نشوف هنا لحظة المخالفة ها ستوب هنا فيه لاعب احنا قلنا معي الفرصة محققة ايه؟ المسافة ما بين المخالفة والمرمى الاتجاه العام لللاعب تمركز المدافعين هل هناك مدافع تاني غير الارتكب المخالفة ممكن يقدر يقفل على لاعب نادل اهل ولا او فيه لاعب اخر يقدر يقفل على لاعب الاهل وبالتالي هنا اللعبة كانت تستحق البطاقة الصفرة وقرر قرار الحاكم كان فيها كان قرار صحيح هنا مفيش فرصة محققة نتيجة ان اللاعب اللي كان مغطي وبالتالي بشكل عام حكام قده بشكل كويس ايه يعني حاجات ادالية النهاردة نتكلم فيها بقى كان قلنات الكابتن حشيش مهمة جدا كتن اسامة ان هو قالها يا جماعة مخاطبكو حددوا المسابقات قابلها بفترة عشان خاطر الناس تقدر تحديد طور السنة جايب وده كان شيء مهم جدا من خبابنا تحكيم الكابتن ناصر عباس درس خصوصي على الهواء لكل الحكام الصاعدين ان شاء الله نشوفهم بعد كده في الدور الممتاز كابتن ناصر فرصة وحضرتك موجود معانا حكم لقاء الاهل والوداد فيكتور جوميز الحكم الجنوب افريقي الاشهر في القرى الصمراء وايضا معاه على الفار باملاكسيما الحكم الاثيوبي رأيك وشايفهم ازاي في هذا اللقاء كابتن اسامة خل بالك ان تحديد في جنهاردة كان عنده اربع حكام كان ممكن يختار منهم حكم انهائي كان عندي مجيت ناضاي كان عندي جانس كازوي كان عندي بكاري جسامة كان عندي كمان جان جاك ندالة الكنغولي يا دكتور احمد يا كابتن حشيش اربعة طب السؤال هنا هو اختار ليه فيكتور جوميزة ده السؤال اللي احنا مفروض نقف عنده فيكتور جوميزة كابتن حشيش حكم بيلقى الاحترام من الكل يعني ايه يعني هو راح لنقطة مهمة جدا جدا ان اللعيبة ذات نفسها بترتاح هذا الحكم سواء لعبة ناد الاهلي او لعبة ناد الوداد فهو حتى حكم على الرغم انه هو لاعب مبارا في نص نهائي ولاعب مبارا ايه العودة ما بين بيت القتل والوداد ولكن هو حطه هنا ايه لانه هو عاوز يضمن نجاح البطولة ونجاح النساء فيكتور جوميزة كابتن اسامة محل ثقة بالنسبة للجميع انا كلاعب ناد الاهلي نهاردة هنزل متطمن مش هشغل بالي بقى من الحكم هل هو بكاري لا فيكتور جوميزة حكم متميز اتمنى اتمنى يا فيكتور ان ربنا وفقك وتحقق لنا العدالة ولا تتأثر بالضغوط يا فيكتور مش معنا نقول الكلام انك انت النهاردة لا خلي بالك في عوامل اثناء المباراة تطغط اي حكم لو انت ما عندكش الشخصية المهمة انا من فضلك الناد الاهلي لا يريد الا العدالة التحكمية تمنى ان هو حقه وتمنى طبعا من الفار باملك خلي بالك مبلك من فضلك محتاجين العدالة في هذه المباراة تمنى طبعا نفوز الناد الاهلي النهاردة وتبقى سلسلة انتصارات مكملة لكل الناشئين والشباب كابت الناصر كنت قرأت في موضوع باملك سيمة ان هو عنده 42 سنة وان دي قد تكون السنة الدولية الاخيرة ليه فدي حاجة تقلق شوية وان هو برضو مش موجود في المنديان نتمنى يعني اختمها ختم مسك والمباراة نهاردة كابت ناصر دي عنوان الكرة السمراء بالضبط كلنا بنخاف على الأسمان وهذه المباراة خلي بالك اتحاد دولي لجل حكام في الاتحاد دولي كله النهاردة عينوا على الحكام في هذه المباراة باملك ممكن يكون هو زعل لان هو كان من ضمن الناس اللي رايحها كسعلا وانت عارف ان هو مرحش وبالتالي هو يقول لك انا عن ايه اللي هيدف لي تاني لو لا يعيبت ثلاث سنين محلي او سنتين فممكن يكون ان هو يعني هي اعتزل زمنك اشكرك يا كابتن ناصر شكرا جزيلا ودايما يعني بيتمتعنا بتحلالتك انا اللي بشكرك على الاستوديو وعلى ضيوفك وعلى هذه الفكرة الجميلة استاد الأشبال ده مهم جدا جدا كابتن اسامة وبشكر طبعا كل العاملين في القناة وربنا يوفي الجميع وشكر واجب شكر واجب هنا من استاد الأشبال للفكرة اللي بدأت تنور وبدأت يعني كل اللاعبة تسمع في مصر لازم اشكر فريق الاعداد فريق الاعداد برئاسة الأستاذ محمود شاوي رئيس التحرير الأستاذ عبد الحكيم ابو عالم الأستاذ أحمد رشاد الأستاذ علي توحيد بروديوسر يسر عويس وكمان المصورين الناس اللي بتروح الملعب من بدري عشان الكاميرات والتصوير حسام ومحمد عويضة وأحمد يحيى وجيرسي ويحيى عبد النبي وشنودة وعمر وكمان المخرجين محمد عمارة وأحمد عدل ومخرجنا المميز دايما محمد داكروري مرسلين كمان المرسلين فاروق صلاح ومحمد توفيق ومحلنا الفنيين اللي دايما هنا يعني ما شاء الله بكونوا محضرين كويس قبل كل استوديو تحليلي ومذكرين كويس كابتن محمد حشيش اللي دايما بمتعنا بتحليله الدكتور أحمد ثابت اللي إضافة كبيرة جدا لنا في استاذ الأشبال وطبعا الخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباسي اللي دايما يعني درس خصوصي لكل الحكام الصاعدين الواعدين نشوفهم قريبا إن شاء الله في الدورة الممتاز نروح لأرض أو ملعب المباراة مرة أخرى وازمنا محمد توفيق معه لقاءات من أرض الملعب وبعدها نروح لفاصل وبعد الفاصل تحليل فني إن شاء الله عن مباراة الأهلي والوداد المباراة إن شاء الله نهاية أفريقيا وإزاي الأهل هيواجه الوداد والوداد هيواجه الأهلي في المباراة لبنتمنى كل التوفيق فيها إن شاء الله للعيبي الناد الأهلي المترجم للقناة